أبواق السيارات التي صاحبت احتفالات الأكراد في شوارع إقليم كردستان بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء قد تكون قد ساهمت في زيادة التوتري في بغداد والدول المجاورة خاصة تركيا وإيران التي ردت بالتهديد بإغلاق المجال الجوي والمعابر البرية ووقف صادرات النفط من كردستان وغيرها من الإجراءات وقبل ساعات من بدء حظر الطيران إلى السليمانية وإربيل بدأ الأجانب المقيمون في كردستان بمغادرة الإقليم خشية أن يظلوا عالقين هناك في حالة تعذر الرحلات الجوية وهو ما يشير إلى القلق من تداعيات الاستفتاء الرئيس التركي رجب طايب أردوغان كان واضحا بقوله أن بلاده ستضعى حدا للتوتر في شمال العراق في إشارة إلى رفض تركيا نتائج الاستفتاء الكردي ووصف أردوغان الذي كان يتحدث في تخريج لقوات الشرطة الاستفتاء بأنه غير شرعي وليس في صالح أحد في المنطقة وأنه سيقود إلى خيبة أمل رئيس وزراء العراق حيدر لابادي الذي حصل على تفويض من برلمان بلاده لاتخاذ إجراءات تتعلق بفرض سلطة الدولة العراقية خصوصا في ملف تصدير النفط والسيطرة على المنافذ الحدودية يشعر بالثقة من الدعم الذي حصل عليه من الجوار ومع اقتراب موعد المهلة التي حددتها حكومة لابادي فإن السؤال هو ما هي خياراتها الآن هناك خطوات عملية لأول مرة من ناحية المطارات إصدار القرار العبادي مدعوما بالبلمان أن المطارات أربيل والسلمانية يجب أن تتوقف عن خدمة أعطاء مهلة معينة وآخر الأخبار تقول أن كل شركات الطيران سوف توقف الذهاب إلى هذا المطار السيطرة على كل منافذ الحدودية بدون وجود دعم إقليمي أنا لا أعتقد أن الحكومة العراقية تستطيع أن تنفذ وتقوم بإرغاء عمليات التنفيذية التي تدفع الاستفتاء في اتجاه الاستقلال وفي الوقت الذي تتواصل فيه مواجهة داعيات الاستفتاء فإن دولا أخرى في المنطقة تراقب عن كثب هذه الجهود على ضوء الوضع المضطربي خاصة في سوريا وتقاطع مصالح الدول الإقليمية والعالمية هذا الموقف الرسمي الأردني المعلن لأن الأردن يرتبط بعلاقات تتطور وتنموه وهو حريص أن تكون الأمور في العراق بعيدة عن أي ثوتر لاسيمة وأن العراق يقود معركة يشعر الأردن بأنه مستفيد من هذه محاربة الإرهاب وقوى الداعش وما إلى ذلك ومن الواضح أن التركيا تلعب دورا محوريا في جهود إلغاء نتائج الاستفتاء الكردي خاصة وأنها تعتبر الشريان الرئيسي لاقتصادي إقليم كردستان سواء من خلال أنبوب النفط الذي يصل إلى ميناء جهان التركي أو أسطول الشاحنات الذي يعبر الحدود بين تركيا وشمال العراق يوميا ولعل التدريبات العسكرية المشتركة للقوات التركية والعراقية يأتي في إطار رسالة واضحة للإقراد بأن تركيا وبغداد وطهران لن تسلم بتغيير الخارطة في المنطقة على الرغم من الطموح الكردي بإنشاء كيان مستقل أسامة كرماوي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر